إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين يقول بأنه يقوم بتحفيظ القرآن ودروس دينية لبعض البنات وأعمارهن الثالثة عشر في منزله فهل في ذلك شيء يقول مع الألم بأنني بمثابة مدرس لهن حيث أقوم بتدريسهن في هذا نرجو إفادة الذي أرجو من هذا الشخص أن يلقي دروسا على دوجته أو على أخته أو من عنده في البيت من محارنه ثم تلقي هذه المرأة الدروس الذي ألقاها عليها على هؤلاء النساء التي يحضرن إلى بيته وأما أن يتولى هو تدريسهن وهن في هذه السن فإني أخشى عليه من الفتنة لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وبإمكانه إذا كان يخاف ألا تقوم أخته أو زوجته أو من عنده في البيت من محارنه ألا تقوم بالواجب فبإمكانه أن يلقي درسا عن طريق التسجيل ثم تباشر هذه المرأة من محارمه لتقيمه لهؤلاء الطالبات ففي هذا حصول الفائدة والابتعاد عن المحظور والفتنة وإذا حصل منهم سؤال فلقم عندهم آلة تسجيل تسجل هذا السؤال من الطالبات ثم يجيب عنه الرجل في مكان آخر ويعاد إليهم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين